هو الآن يختلف في المسألة أو تصريحي أكد أنه فم حل حل جدية في التوصل إلى الاتفاق وأنه قريب جداً سيتم الاتفاق وأن هذا الكلام أكدهون من شوية الأمين العام للاتحاد العام تنسي للشغل وقال أنه مساء البسيطة جداً هي التي تحول دون توقيع الاتفاق لكنه باش يتم توقيع الاتفاق وهذا ثابت وهذا علاش وصلنا له لأنه أنا في تقديري أنه الاتحاد العام تنسي للشغل دائماً عنده القدرة على فصل المسارات المسار البلاد ومسار المسألة الوطنية ومسار مشاغل منظورية يعني ومش ممكن مش ممكن الناس اللي راهنت على مدى أشهر على أن يجر الاتحاد إلى أنه يدمج المسارات هادم ويخليه مثلاً يدخل في مواجهة مباشرة وفي عركة كبيرة يمكن أنه يتسلل منها النهضة وغير النهضة هذا مش ممكن أنه يتم وهذا الناس راهوا ما هو مش فاهمين طبيعة الاتحاد وبالتالي هناك وعي جدي داخل الاتحاد بضرورة فصل المسارات بأنه لا يمكن أنه نفوت المسألة الوطنية ونغلب مسائل مطلبية نمشي بها إلى بعدها القصووي من أجل أنه نحقق مكسب سياسي يمكن أنه يضر بمصلحة البلاد ويمكن أنه يخلي أعداء البلاد هذا ويتسلوا إلى العلاقة بين الاتحاد والحكومة أنا يضر لي الاتحاد في دوره والحكومة التطور الكبير حصل من جانب الحكومة هي اللي عملت خطوات جدية من أجل أنه تتحل المشكلة ونلقاه حل أخيرا نلقاه حل لا يشتكي لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي يعني يظهر لي هذا ممتاز إن شاء الله إن شاء الله ما يكون الانفراج نسبي وانفراج وقتي إن شاء الله هذا يكون هو الخط مبكل في الديتوم تعمية قالت أنه الثابت من الثوابت الأساسية في البلاد هي العلاقة أنه بين الاتحاد والسلطة والسلطة برأسيها يعني أنا يظهر لي من أسباب أن نسكروا الباب أمام تسلل الناس المعادين بالفعل ولا ثبت أنه معادين للوطن والمواطن نستسكير الباب أمانهم لا ينجم يكون إلا باستمرار علاقة نعتبرها أنا استراتيجية بين السلطة التنفيذية برأسيها والالتحاد العامة والسلطة الشغل إن شاء الله الأطراف كلها تفهم هذا الكلام وراه ناس لما راهنا على أن الاتحاد سيكون له موقف عكس هذا ينساه